نستمر بأجواء الفرح مشاهدينا أجواء الفرح العامر في كل بيت بسبب إعلان نتائج الثانوية العامة واليوم نوضع النقاط على الحروف لبعض الطلبة يلي محلفهم الحظ لهذا العام وبعض الطلبة المكملين ونراجع معهم مجموعة من الإجراءات يلي بيقدروا أنهم يتخذوها وياخدوا تدابير الحيطة والحذر مع مستشار معالي الوزير لشؤون التميز والإبداع السيد محمد عواد أهلا وسهلا فيك وشرفنا في برنامج هوان الوطن سمع الخير لك ولكل أستاذ المستمعين ومبروك لكل الطلبة المتفوقين والناجحين في هذا اليوم وأكيد من أول الحظ أوفر للطلبة يلي محلفهم الحظ لهذا العام وحبين معك نعرف شو الخطوة يلي بيقدروا يتخذوها مع إعلان النتائج وعدم محلفة الحظ لهم يعني كما في كل عام هذا العام طبعا نسبة النجاح كانت معقولة ويمكن أفضل من سنوات السابقة نسبة النجاح العامة في الوطن كانت 64.66% وهي نسبة مرتفعة بالشكل عام الطلبة الذين لم يحلفهم الحظ يعني يمكن تقسيمهم إلى فئتين نعم الفئة الأولى ممن حمل مادة أو مادتين على الأكثر اللي هو مكمل هذا يمكن خلال شهر زائد ناقص شيء بسيط ممكن تقدم وعيد لامتحان وبالتالي كمان مرة بتكون عنده فرصة الآن الطالب الذي لم ينجح في أكثر من المادتين أو يعني لم يحلفوا الحظ بمعنى ذاك هذا بالإمكان أن يتقدم في العام القادم سواء للمادتين أو لأكثر من المادتين يعني بإمكان وعيد ثلاثة أو أربعة حتى لو كان ناجح في بعض المواد وبالتالي هناك فرصة أخرى وإذا لا سمح الله أيضا يعني لم يحلفوا الحظ في مادة أو مادتين على الأكثر يستطيع أن يكمل مرة أخرى وبالتالي يعني الطالب التوجيهي لديه أربع فرص في الواقع الحال طبعا ضمن معايير محددة يعني هذا هذا النظام المعمول فيه وهذا الحكي لم يحلفوا الحظ في أكثر من مادتين ليس بالضرورة أن ينتظر عام قادم أو عام آخر وبإمكانه بعد شهرين في شهر ثمانية في الدورة الثانية أن يتقدم إلى مادتين ثلاث أربعة يعني هاي المواد وبإمكانه ينجح يعني لهذا السبب أجل النظام الجديد ليحل محل يعني هذا النظام من أجل حل هذه المشكلة اللي ممكن الطالب ينتظر فيها يعني عام حتى يعيد بعض المواد بمعنى آخر أن الطالب اللي أنهى مرحلة الثانوية مع نهاية هذا العام الدراسي وإعلان النتائج مع بداية الدورة الجديدة لنظام التوجيهي سوف يكون خاضع لنظام التوجيهي الجديد وليس النظام القديم الطالب اللي الآن بالقانون ينطبق عليه النظام القديم هو سيبقى في النظام القديم إذا أراد أن يحول النظام الجديد هذا له ذلك نظام متروك لأله سنة الجاي طالب كرر أنه أقدم تحان بالنظام الجديد هذا شأنه مسموح له بالنظام ولكن حقه هو بكل تأكيد إذا كان هو أكمل بأكتر من يعني يرسب فهو بالعام الجديد سوف يكون ضمن النظام الجديد بأخذ رقم جديد وبأخذ رقم جلوس جديد وبالتالي يصبح طالب وفك النظام الجديد أنا أتحدث عن طالب هو بالنظام القديم بالوضع الحالي مثلا حمل ثلاث مواد أو أربع مواد بالعام القادم يستطيع أن يعيد هذه المواد بوفك النظام القديم وليس وفك النظام الجديد لأنه أيضا عنده مواد مرصدة يعني موجودة من العام الحالي بمعنى أنه عنده ناجح في أربع مواد ويحتفظ فيهن هذا بنطبق عليه النظام له بالقانون هذا لأنه الطالب له سنتين النظام الجديد يعني حل المشكلة بطريقة أخرى أنه الطالب يعني بدل ما يكون سنة حتى يعيد أربع مواد أو ثلاث مواد أو خمس مواد لا هو بإمكانه يكسم التوجيه على دورتين في شهر 6 وفي شهر 8 بإمكانه يقدم في شهر 6 في خمس مواد وثلاثة في شهر 8 إذا حتى لو رسب في مثلا خمس مواد بإمكانه يعني هذا الأمر في النظام الجديد يعالج هذه القضايا حتى ما يكونش الطالب بانتظار سنة أو يضيع سنة أخرى مشان يعني يحصل على نتيجته مع أن دراكنا بأنه كمان علامة التوجيه معيار كبول لمرحلة التعليم العالي هاي العلامة يعني هي من أجل فقط أن الطالب يعني يختار البرنامج اللي بناسبه في الجامعة وإن كانت هاي القيمة عظيمة تشأن في مجتمعنا نعم لأنها مرحلة استراتيجية في الحياة يعني يبنى عليها قرارات للمستقبل بالتأكيد هي الأصل أن الطالب يكون مش فقط معدله يعني هو اللي بأهله يعني لازم يكون هناك في جوانب أخرى في حياة الطالب مهمة قد لا تبدو واضحة في الثانوية العامة ولهذا سبب جاء يعني ملف الإنجاز اللي هو البرتفوليو على اعتبار أنه لقياس بعض الجوانب اللي علاقة بالمهارات منظومة السلوك اللي لا يمكن الامتحان العادي التقليدي قويسها يعني طالب الهندسي المعماري في أي جامعة في العالم مش بالضرورة فقط معلمته اللي في التوجيه هي لتأهله هناك جوانب أخرى قدرات فنية اللي علاقة بذكاءات مختلفة ذكاءات مكانية إذنها علاقة بقضايا لا يمكن قياسها في امتحان الثانوية العامة وأيضا كلية الفنون فكثير من طلاب الرياضة نحن نحن نحكي عن امتحانات مستوى لهذه الكلية بالضبط نحن كمان بالأصل يكون هناك فيه شيء يشير إلى قدرات الطالب تمييزاته إبداعاته تأملاته أفكاره ميوله اللي هي لا يمكن قياسها بالامتحان الثانوية العامة وبالتالي هذا جاء ملف الإنجاز في العام القادم سيكون ملف الإنجاز تقدير فقط بمعنى أنه ممتاز جيد جدا أو جيد أو ممكن يكون مكبول هذا بيدل على كديش درجة مشاركة الطالب في الأنشطة درجة تفاعله تأمل وتفكيره يعني عذرا السيد محمد لما منتحدث عن ملف إنجاز منتحدث عن مشاريع منتحدث عن تكلفة كمان إنتاجية وتشغيلية ربما فيه مغلوط في هذا الموضوع يرات لو توضح لأي احنا راح نوضح للمدارس ورح يقع دورات للمدارة للمشرفين للمعلمين وتوضيح الأمر لا مش مطلوب جهد آخر لكن عمستوى أجب لك مثال بشان نبسط الأمور أكيد فيه مشاركات للطالب من صف الخامس أو حتى ما أقل حتى التوجيهي مشاركات على المستوى الفني أو الأدبي أو العلمي أو الآخري بعض هاي المسابقات الطالب يشارك فيها على مستوى المدرسي بعضها يفوز على مستوى المدرسي بعضها يفوز أو يشارك على مستوى الوطن بعضها يفوز على مستوى المديرية وبالتالي هاي الدرجات لا يمكن أنا أجيقيس طالب فاز في مسابقة أدبية مثل القصة القصيرة على مستوى الوطن مثل طالب فاز على مستوى المدرسي وبالتالي هذا بديوخط حسنا فيه طلاب عندهم قدرات في مجال التكنولوجيا ومجال الرقماني كمان من نشنهمهم احنا فيه نطلاب فلسطينيين يشاركوا على مستويات دولية في انتل وغيرها من المسابقات الدولية وحصلوا على جوائز مش معقول هذا الطالب حتى لو جاب 95 وطالب آخر جاب 95 بس ما عنده النصور ما عنده هذا بالضبط الكدرات الثانية في مجال محدد وبالتالي هذا له أفضل وهذا سبب تم الحديث مع الجماعات من أجل أن يأخذ بالاعتبار هذه الجزئية في قضايا الكبول إليها علاقة بميول الطالب واتجاهاته وقدراته وحتى منظومة الكيام اللي عنده في تخصص إليه علاقة بهذا الموضوع وهون كمان منطلع دكتور محمد أدي هذا الشيء ممكن يشجع الطلاب ويحفزهم لأنهم يحبوا المدرسة أكتر بدل ما يكون الموضوع هو فقط بالمواد المنهجية أو بالنشاطات المنهجية دوماً الشيء اللامنهجي بيشعر الطالب أن أنا في مساحة حرة أنا بقدر أعبر فيها عن نفسي كثير من طلابنا وحقق بطلابنا مستوى العالم حقق وذاتهم من خلال أنشطة رياضية في كثير عندهم ميول في المسرح في الناس عندهم ميول في التكنولوجيا والرقمنية أولادنا اليوم سبقونا في الموضوع التكنولوجيا والرقمنية كثير مننا لما بدوا حاجة بروح يسأل أولادهم ومنجيل التكنولوجيا بأثراً وبالتالي فيه جوانئ هذا ما من كيس نحن بامتحان ثانويل عام في بعض القضايا حتى مستوى الناس اللي أكيد اسمعت فيهم أدسن ولا غيره وإنشتاين ما كانوا بالمدارس من أوائل الطلاب متفوقين أو بجميع المجالات بضبط واختارت مجال لأنه لا يمكن أن يكون واحد عبقري في كل شيء صحيح ممكن يكون جينيس في مجال محدد ولهذا السبب لما نحكي عن أدسن وغيرهم هذول قدموا البشرين ما لم يقدموا أي حدا ولكن ما كانوش في المدرسة هم أوائل الصفوف بالمعنى التقليدي اللي احنا بنعرفه اليوم عشان هيك لازم يكون في هناك جوانب أخرى يجب قياسها وهذا طلب تغيير في ثقافة التقويم أو تقويم الأداء الموجود في المدارس هذا ملف الإنجاز في العالم مش بس للطالب هو الطالب للمعلم للموظف حضرتك بدك ملف الإنجاز تبيني فيه أنت كدهش أنت متميزة في بعض الجوانب شو عندك بعض القضايا وهذا الشيء أداء بشرع الموظف أو الطالب أو المعلم أنه أنا الشيء اللي عم بعمله عم ينشف بالضبط وهذا بعود الإنسان كمعنا التوثيك بعوده وغير في منظومة الثقافي اللي عنده أنه أنا فعلا عندي شيء لأنه أنا هل قد هل في الجانب هذا متميز في هذا الجانب عندي بحاجة لتطوير ولا مجر وبالتالي هذا الملف يعني بعزز موضوع نتيجة الطلب الثانوي العامي بيركز على جوانب كانت مغفلة في الامتحان الثانوي العامي أعتقد هذا الأمر يعني سيبدأ يتم تطبيقه باعتبار من العامل القادم وهو لسنتين لكن استثناءا للطلاب الثاني الجاي لهم توجيهي هو فقط للطلاب الثاني عشر اللي مقبلين السنة نعم الأول ثانوي هو 11 و12 سنت الجاي في 11 و12 ولكن طلاب 12 هو ملف تراكمي في 11 و12 ولكن في السنت الجاي تجاوزا حيكون فقط لمرحلات طلاب 12 بس يعني طالب 11 يعني بيعتبر حاله الآن دخل ملف الإنجازي اللي رح يبن عليه فيه حتى في السبب 12 وهون كمان لما بنحكي عن الأختصاص دكتور محمد بنحكي عن أهمية فرز الفروع هون قد يصير الإنسان عارف نفسه أني أنا متخصص في مجال معين وأنا قدراتي كلها بدي أحطها بهذا الأختصاص أدى مهم اليوم التركيز على فكرة الأختصاص جدا مهم احنا تعرفي أولاً مشكلة مثلاً لتقدموا لوظيفة معلم هذا العام في محافظة الوطن يعني يتجاوز الأربعين ألف ثمانين في المئة منهم بالمناسبة إناث يعني أنت بتحكي عن مش بس تخمة يعني فوق الإشباع بكثير أن أنت بتحاجي لألفين بيجيكي أربعين ألف والعداد تزداد الآن إحنا السنهاية كمان في النظام الجديد يعني مع الوزير فسح مجال لفرع جديد اللي هو فرع تكنولوجيا وسيكون في الكتس فقط ليش الكتس فقط؟ لأنه تعرفي أنه أولاً إحنا يعني الكتس هي في العيون دائماً وهي عاصمة الدولة وإحنا بحاجة يعني أنه ندعم التعليم فيها كمان في تنافس مع الطرف الآخر اللي بيحاول يعمل بيئة محفزة من خلال يعني البقروت وما يسمى بالبقروت وبالتالي إحنا أردنا أن يكون الكتس وكمان الإمكانيات يعني متواضعة فبالتالي ضخينا كل هذه الإمكانيات باتجاه مدينة الكتس أو باتجاه الكتس حتى يكون البداية والمنطلق للفرع الجديد فرع تكنولوجيا في الكتس وبالتالي يجب أن تكون هناك فرع أخرى نعم هذا صحيح كمان من القضايا اللي ركزنا عليها اللي هي قضية دمج التعليم المهني نعم نحن نعرف أنه وسنها رح يكون في المناهج الجديدة ما يسمى بتعريض الطلاب السابع والثامع والتاسع لتخصصات إلها علاقة بالمهن وهاي ممكن يكون فيها الطلاب يعني كمان لهم فرصة بأنه شوفوا بعض المهن نتعرفوا عليها حتى نغير ثقافة الناس من أنه فقط أنا بدي ابني في المجال الفلاني حتى ما يكونش لأنه تعرفي التعليم المهني احنا 2% فقط من طلابنا بروحوا على المهني في الوقت اللي في ألمانيا ثلاثين الطلاب بروحوا معهني احنا رح نتحدث عن حاجة سوق العمل للتخصصات المهنية لكن قبل هيك رح ينضم لإلنا عبر خط الهاتف أو حاليا ننضم لإلنا عبر خط الهاتف عبادة الخطيب اللي هو الأول على محافظة نبلس بالفرع العلمي بمعدل 99.4 بالعشرة يسعد صباحك يا عبادة وألف ألف مبروك التفوق هذا مديرية نبلس نعم عبادة شعورك اليوم وأنت الأول على مديرية نبلس زي ما صححني الدكتور محمد يعني احنا والدكتور محمد المستشار لمعالي وزير التربية والتعليم في شؤون تميز الإبداع من بارك لك عبر فضائية النجاح من ألف مبروك توصف لنا شعورك شكرا لكم طبعا الشعورك يدفل بش مجال ويعني تحاول لأدرس في البيت مثل ما أنا درست يعني كان معالي عبادة معقول هذا كله من الفرحة أنت مش قادر تعبر عن نفسك عن شعورك في تتويج إنجازك بعد 12 سنة كمان عملية انتظار النتيجة ذا أنت كنت متوقعها مثلا الصلاة كنت متوقعها اسمه هي كنت حاسبة شو كنت غلطان يعني 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 الحمد لله بمعنى أنت رضيان عن النتيجة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رضيان طب شعورك وسط أهلك بتفوقك حصولك على المرتبة الأولى معدل اسم الله بأهلك لتدرس جميع التخصصات طبعا أشكر المدرسة طبعا أنه دعوهم إلي وكل إشي يعني والمدلية للأساسي يعني رؤلهم مثل ما أقول بني عمي أجيب مع الدرس شكرا إليهم كلهم وأهلي طبعا الحمد لله سطين كلهم أنا أولا أحد يعني أجيبهك مد نعم طب عبادة أنا مش رح أطول عليك لكن بدت قولي شو ناوي تختار تخصص هل حاطت في رأسك خطة معينة لتستكمل فيها مسيرتك التعليمية إن شاء الله يعني أترح أدرس هندفت حاسوب أهه إن شاء الله هندفت حاسوب نعم اخترت الوطن أم خارج الوطن يا عبادة مش سامع اخترت تدرس في جامعة في الوطن أم خارج الوطن شكرا خارج الوطن بس دماغة 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 طب عبادة إحنا منتمنى لك كل التوفيق منقول لك ألف مبروك لإلك ولأهلك وللشعب الفلسطيني كله بوجود أشخاص متفوقين مثلك ومنتمنى لك الحظ الجميل بإذن الله تعالى في مسيرتك التعليمية ومنعود معك يعني خلينا أقول مبروك لنابلس بالمناسبة اللي حصل على الأول على الوطن هي بنت محافظة نابلس ما شاء الله اللي هي رهف مفيد وحصلت على معدل 99 و 17 وهي من قرية أو من بلدة بيتها من مدرسة بيتها ويعني أنا بنتهز هذه الفلسطة بشأن أقول إلها مبروك ومن خلالها مبارك لكل الطلب الفلسطين فمبروك لنابلس مرة أخرى هذا النجاح مبروك لمحافظة نابلس مبروك لكل فلسطين يعني حصول معدل في الفرع العلمي على الـ 97 هذا بديل على أنه فعلاً عنا يعني طلاب متميزين يعني ما شاء الله يعني نحكي عن معدلات عالية جداً من العلامي الكاملي يعني وهذا أمر يعني الحمد لله رب العالمين يعني عظيم وأعتقد أنه أحنا كما نمر بقول لك أنه لا يمكن نستثمر لا ليس لدينا موارد نستثمر فيها إلا الإنسان الفلسطيني وطلابنا في الشتات في أوروبا في أمريكا في كل الوطن العربي أثبتوا أنهم يعني متميزين تماماً مثل البرازيلي في كرة الكدام دائماً بيكون يعني متميز ومحسوب حسابه فالفلسطينيين متميزين في المواقع الإدارية في المواقع الفنية بيكونوا متميزين جداً وبالتالي نحن يجب أن نحظى التعليم بدعم أكبر حتى من الكطاع الخاص حتى نوفر يعني إيراد في المستقبل لشعبنا من خلال التعليم نعم لكن أعتقد دكتور أن نحن كمان نسجل أعلى النسب في نسبة المتعلمين في المجتمع الفلسطيني نسبة لعدد السكان ولكن هون نرجع من أكد على النقطة التي ختمنا فيها قبل أن نتحدث مع الأول على مديرية نابلس اللي هي ضروري دعم القطاع المهني أوكي نحن بدنا ناس متعلمين ولكن خلينا شوي ندعم هذا القطاع لأنه وجود مهندس من دون الفنيين اللي بدهم يطبقوا هون صارت الدائرة مش متكامل أبداً عشان هيك يعني بدأنا أقول الخطوات من خلال تعريض الطلاب للمهن وهذا نسميه حسطين بواقع حسطين أسبوعياً للصف السابع ثامين تاسع للذكور بالمناسب ولأن هذا العام بدأ بشكل طوعي للمدارس التي ترغب والذي هالإمكانيات أو تستطيع توفير بعض الإمكانيات والأدوات والأدوات بالتأكيد وبالتالي سندخل على المدارس بعض الحرفيين حتى يكونوا بمراكبة طبعاً المعلمين بمدارس يعني يدخلوا بعض هاي المهن في ذهن الطلاب وحتى تكون قريبة منهم لأنه مش معقول زي ما تفضلت أنه كل شعبنا يكون مهندسين ولا كلهم كله أطباء حتى الطبيب بحاجة إلى فنيين وبحاجة إلى حدا يعمل صيانة لبعض المواد الطبية أنت بتعرف كثير من الأجهزة نحن للأسف من الروح نجيب خبرها لنصيانة هذه الأجهزة طالما عندنا الطبيب ليش ما يكون كمان عندنا الفني واللي بدي يعمل صيانة وهلهم مجراء حتى الصورة تتكامل ونعتمد على أنفسنا بعيد عن استيراد الخبرات لأنه ممكن نستورد بعض المواد ولكن الخبرات أعتقد أنه كفلسطينيين صعب أن نستورد بعض هذه الخبرات الفنية وليس ممكن ننتجها من خلال مجتمع نحن دوما نتمنى نشوف فلسطين بأبهى وأجمل صورة ونشوفها متكافئة متكافلة متعاونة وكما نشوفها على قدر عالي من الكفاءة والإنتاج سواء في الناحية المهنية أو الناحية الأكاديمية ونتشكر ومن ثمن جهودكم في وزارة التربية والتعليم ودوما ندعو لهذا النظام بأنه يتكلل بالنجاح أكتر وأكتر لأنه الرؤية لإله الواضحة حاليا هي رؤية مشرقة لنظام تعليم مفيد أكتر من غيره لتغيير إيجابي أكتر من أنه هو مجرد تغيير شكرا لكم شكرا فضائية النجاح التي تفسح المجال لأننا حتى نقدر نصل رسالتنا في وزارة التربية والتعليم لكل مجتمعنا شكرا لكم هذا واجبنا بتمنى لك نهار سعيد شكرا لك معكم مشاهدين بتستمر الجولة الصباحية لبرنامج هوان الوطن لهذا الصباح تابعونا بعد هذا الفصل ما تروحوا لبعيد راجعين